وانا رح نطول شوي في هذا الفصل لانه فيه شغلات كتير مهمة وانتو بتحبوا انكم انتو تعرفوا عن الابداع حكينا عن التعريف حكينا عن المستويات حكينا عن الانواع حكينا عن انواع هلأ بلشنا بالمكونات مكونات الابداع طبعا انواع الابداع احنا حكينا انه وبرضه هم مستويات انواع ومستويات الابداع بحسب تيلر ومستويات انواع ومستويات الابداع وقلنا انه موجود عندنا بالكتاب معرفش لش بيضلوا هيك يطلع عندي احمر مع انه كلام صحيح يعني ما فيش اشي غلط حكينا عن مستويات الابداع عند تيلر وزي ما هو موجود بالكتاب خلينا استحل الكتاب كمان مع بعضنا البعض التفكير الابداعي اللي هو من صفحة 129 وقلت لكم انه المناحي هاي ما بدنا اياها ما رح ناخدها بس اخدنا مستويات التفكير الابداعي وهلأ بدنا ناخد مكونات التفكير الابداعي طبعا بعدين انا رح امره اقولكم هذا داخل هذا مش داخل زي ما بعمل دايما معاكم مستويات التفكير الابداعي اللي حكينا عنهم كانوا بصفحة 137 هلأ فيه هنا مكونات للابداع مكونات الابداع فيه انه مكونات يعني عملية الابداعية او الابداع فيه له مكونات هاي المكونات شو هي مكونات الها علاقة بالشخص المبدع اعزائي مكونات الها علاقة بالعملية الابداعية مكونات الها علاقة بالمخرجات او بالنتاج الابداعي زي ما انتم شايفين كل اشي عم يتناول حتى بالتعريف يتناولون من هاي الناحية حتى بالمستويات تناولون من هاي النواحي الثلاثة هلأ المكونات اللي بتكون منها الابداع قمة ثلاثة اكيد حيجيكم سؤال بهاي يعني ما هي مكونات الابداع عملية الابداعية الشخص المبدع واللي هو انه يا النتاج الابداع يكتبوها على جنب على جنب الترسيكتاب هلأ الكرييتف بروسس هلأ في عندنا شخص هون اسمه قيلفورت كمان في عنده مكعب مكعب وشهير حكى فيها عن اللي يعني اياها عن الابداع وانه ما بيمثل قدرة وحدة وانه عبارة عن مجموعة من المكونات اللي هي لها علاقة بالعملية الانتاج وخصائص الناس اللي هم يعني اياهم المبدعين هلأ هون لما بدنا نيجي لموضوع اللي هو يعني اياها العملية الابداعية هاي العملية الابداعية موجودة عندكم بصفحة 141 هلأ مراحل العملية الابداعية هاي المراحل اللي انتوا شايفينها قدامكم اعزائي يعني احنا درسناها وخلص يعني هي هاي المراحل اللي بتتكون منها العملية الابداعية واللي بيصير من خلالها الانتاج الابداعي هلأ هاي اللي في عنا شخص اسمه ولوس زي ما كاتبينكم بالكتاب حكى عن اللي يعني اياها انه عملية التفكير الابداعي هلأ احنا بالعملية عملية التفكير الابداعي تطلب انها تمور باربع مراحل المرحلة الاولى اللي هي بقولولها مرحلة التحضير او مرحلة الاعداد المرحلة الثانية اللي عنا اياها الحضانة او الاحتضان والمرحلة اللي بعدها اللي في عنا هنا بمرحلة الحضانة في عنا بعدين مرحلة الاشراق بعدين في عنا مرحلة التحقق اذا مرحلة الاعداد او التحضير هاي رح اكتب لكم ياها زي الكتاب مرحلة الاعداد او التحضير صارت شطة بكله احمر اعرشتش كثير هون بتم عنا يعني اعداد المشكلة يعني احنا بدنا نعد المشكلة اعزائي يعني انا مثلا على سبيل المثال كنت مثلا اوين ها مكونات من الابداع مراحلة الاعداد الشهب الاحمر خلص هيرا خربت هلأ هون عندي مثلا على سبيل المثال انا كنت في عندي مشكلة ابداعية بدي اشتغل فيها هلأ هاي المشكلة الابداعية لازم المبدع يبلش اعد يعني هلأ انتو مثلا على سبيل المثال احنا باي اشي بدنا نشتغله اي اشي بدنا نسوي لازم منكون عمالنا منحضر او عمالنا منعد لهاي المشكلة واثناء الاعداد احنا بدنا نتفحصها من كل الجوانب يعني اول اشي عنا بالاضافة لجمع المعلومات بالاضافة لانه انا مثلا على سبيل المثال تحضير لهاي العملية اما ان يكون تحضير قام او انه يكون تحضير خاصة ما هم حتيقكم خلينا اذكر باب الاث الصوت سمعينو؟ ايجاة الطيارة ها؟ ها؟ تحكركم الضابة شو محوم الصوت سمعين صوت؟ ولا ما هو صوت لها عندكم؟ اه بلا بلا ايجا فكرتها فكرتها بلا شو تنطلق طيب اه هون عنا اذا عنا مرحلية مرحلة التحضير او الاعداد بهاي المرحلة انا بحضر المشكلة بدي اشتغل عليها احنا قلنا اول مهارة من المهارات كيف تتذكروا لما قلنا جمع المعلومات هلأ كيف بدي احضر انا وكيف بدي استعد بدي اجمع المعلومات اعزائي بما يتعلق بالاشي اللي انا بدي اشتغله هلأ هذا الجمع او هذا التحضير اما انه يكون فيه عندي تحضير عام او تحضير خاص يعني مثلا على سبيل المثال شو يعني عام وخاص هلأ لما نيجي احنا نكتب باسليب البحث المشكلة البحثية بقولوا لنا اكتبوا المقدمة عن موضوع البحث تبعكم برضو فيها اعداد فيها جمع معلومات باجي انا بحكي مثلا لو على سبيل المثال البحث تبعي بيده يكون عن التكنولوجيا المساندة ويحتياجات الخاصة هلأ التكنولوجيا المساندة فيه احنا تكنولوجيا تعليم وفيه احنا كمان التعليم او التربية بشكل عام فانا بحكي بحضر بشكل عام بشوف بالتربية ايش في عندي معلومات بعدين بروح بشكل خاص للاشياء اللي لها علاقة بالتكنولوجيا المساندة فمشان هيك هذا بيكون عندي نوعين من التحضير لازم يعني يقرأ الواحد كتير يعني ما في واحد بشتغل على مشكلة ابداعية من غير ما يكون قارئ او من غير ما يكون في عندنا معرفة يعني انا مثلا كباحثة كيف بدي اكتب باشي وانا ما معاي خبر عنه او هيك بدي اكتب لا لازم اكتب بشكل او بطريقة انا يكون في عندي معرفة المعرفة اللي هون بجيبها بجيبها من المصادر من القراءات من اصحاب الاختصاص اللي عندهم شغل بهذا المجال او عندهم يعني معرفة بهذا الجانب اذا عندي مرحلة التحضير لأ في هنا تاني مرحلة ليه الاحتضان لأ مرحلة الاحتضان انكيبيشن بيقولول هاي المرحلة عند الباح عند المبدع بتاخد فترة طويلة هون شو بيعمل هون بيرتب كل المعلومات وكل الاشياء اللي توصل لها بيحاول انه ينظمها لاحظوا انه هدول كمان مهارات من مهارات التفكير الاساسية انا عندما بنظم الافكار برتبها بحرر العقل من مجموعة من الافكار اللي نائلها اي صلة بالمشكلة هلأ بمرحلة التنظيم عادة مثلا على سبيل المثال انا اللي ما بدي اسوي بحث بجمع معلومات كتيرة هاي المعلومات عام مخاصح بتطلع عندي معلومات هائلة هلأ بيصير انا استبعد كل شيء بقيل عن موضوعي ما بفيدني ما له علاقة ليه لاني انا بلاقي اشي اقرب واكثر يعني خصوصية واكثر علاقة بالمشكلة فبستبعد الاشياء اللي ما لها علاقة وبضمي على الاشياء بصفي ذهني من الاشياء اللي ما لها دخل وبرتب افكار هلأ شوفوا انتم مثلا على سبيل المثال لما بتيجوا اللي بكتب منكم او اذا منكم ناس بدرس من ناحية مثلا ادب اه اتطلعوا كيف قديش اللي كاتب في عنده درافت اول في عنده درافت تاني في عنده درافت تالت شو هي درافت اول وتاني وتالت يعني ما ناتا انه انا ببلش انظم افكاري المعلومات اللي انا جمعتها حتى اوصل بالاخر لالاشي اللي انا بدي اياه والاشي اللي انا بيزبط بيزبط عندي وانظم المعلومات كل اياتها ببعد كل ايشي ما الو علاقة هاي مرحلة الاحتضان مرحلة الاحتضان معناتها تنظيم تنظيم كل ايشي ممكن تاخد معي فترة طويلة او قصيرة ممكن تاخد معي كاتبين دقائق ايام شهور سنوات لكن ممكن يظهر اثناء الحضاني اللي هو اللي هو الحل فجأة عند الشخص المبدع هلا فيه هنا كمان وزي ما قلت لكم بتخلص من كل ايشي اللي هو علاقة ما اللي هو علاقة بالمشكلة وبحاول اني اركز تفتيري على ايجاد الحل للمشكلة وانه انا مثلا اشوف انا وين في عندي خلل في عندي ايشي نوقف في عندي ايشي زيادة كل هاي الأشياء يعني بصفتي زيني بحيط اني انا ارتب الامور كلها يافى هلا فيه هنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاشراق هلا مرحلة الاشراق هون يعني ليش بسموها مرحلة الاشراق مرحلة الاشراق لانه زي كانه بيشرق الحل عند المبدع او المبدعة بيصير في عندي شرارة شرارة الالهام هاي حتى انه انا ها رح اتوصل للحل رح نتوصل انه الفاكسين مثلا على سبيل المثال بيعالج او انه بيخفف من اثار الفايروس مشكلة بس انه انه انت بدرت في انك تحل المشكلة انه لازم هالله مثلا انه تتطور الامور انه احنا خسرنا كثير من احبابنا وخسرنا كثير عالم العالم كله خسر يعني ناس هلا هون انه الحل هذا قد يكون هو الحل قد يكون هو انه انا عمالي بقترب اذا انا بوصل للذروة في العملية الابداعية وبتشرق الفكرة الابداعية وبتشرق الحل معها بيبين عندي الحل وباللي بيكون رامض بالنسبة انا كانسان بشتغل على هاي المشكلة يصبح اكثر وضوحم اعزال هلو عنا كمان مرحلة الاخيرة اللي هي انها تحقق التحقق و هلأ اي عملية احنا منزويها على الناس بقولونا اعملوا يعني تحققوا من خطوات تبعدكم وخلص هلأ مرحلة التحقق فيها مرحلة ايه منو انا اخترت الحل الابداعي وجربته وبدي اتحقق من مدى صحته مدى مناسبته فانا هون شو بعمل بهاي المرحلة انا بهاي المرحلة بشوف اه قديش انا مثلا مدى صحة اختياري مدى صحة الاشي اللي انا توصلتله اه وين فيه مثلا كمان واحد بيقيم بهاي المرحلة يعني بتحقق من الحل اللي اختاره حل المشكلة الابداعية هيك هل هو مضبوط ولا مش مضبوط هل هو مثبت ولا مش مثبت هاي الشغلات كلياتها لازم اني انا اسم هاي باخر سطر كاتمين كم بسطر الثاني تحقق والإثبات انه يكون في عندي إثبات انه هذا الحل اللي انا اخترته وجربته هو الحل المناسب لموضوع اللي انا عمالي بشتغل عليه احزائي اذا رح يجيكم سؤال ما هي مراحل العملية الابداعية رح نقول تحضير احتضان اشراق وتحقق وهي هم موجودين انكم حلق فيه اني كمان مكون ثاني من مكونات العملية الابداع اللي هو عندي اياها العملية الابداعية او الانتاج الابداعي الانتاج الابداعي احنا حكينا كثير عن الانتاج الابداعي صح وانا قلتلكم انه الانتاج الابداعي هو يعني شو انتاجي انا وقلنا انه انا بمكونات الابداع في عندي بما يتعلق بالإنتاج الإبداعي لما أجي أنا أقول إنه الإنتاج الإبداعي عندي مثلا ذو فائدة للبشرية كيف عملنا نحكي هلأ إحنا على الأجهزة والأدوات والأشياء اللي إحنا هنا مثلا الاختراعات اللي إحنا هلأ منعيش بعصر هذا العصر فيه إنتاج إبداعي إحنا نستفيد منه وعم تستفيد منه البشرية زي مثلا على سبيل المثال اللي هو أني الأجهزة وسائل الإتصال وأنه كيف أنتم مثلا ما تعطلتوا عن المحاضرات ولكن أنا مثلا على سبيل المثال هاي المحاضرات عمالها بشتغل عليها بما يتعلق بي عندي مثلا التطبيقات والبرامج مثلا عم نشتغل على عم نشتغل على الأجهزة اللي اخترعت عم نستخدم اللي ما كنا نستخدمها بالمرأة ثم نستخدمها ثم نستخدمها كمان عنا بكفاءة فأنا عم بعيش الانتاج الإبداعي هلا أنتو عم بتعيشوا الانتاج الإبداعي كل ما كان الانتاج الإبداعي فيه فائدة وكل ما كان فيه جدة وملائمة وإمكانية لتطوير كل ما كان عندي الانتاج الإبداعي أنا بقول أنه هذا انتاج الإبداعي بحكم على الإنتاج الإبداعي من حي الطلاقة والمرونة والأصالة والإصحاب أعزائي انتو معاي هلالك شراكيد اه معاي طيب هلأ عنا كمان الشغلة تانية المكون المهم واللي احنا دائما بيكون بالنسبة لنا لما ميجي منحكي منقول خصائص الفرد المبدع هلأ كتير بتسمعوا عن المبدعين أعطوني بالله شو مواصفاته من المبدعين شو بتحسوا انه المبدعين تقدر تستعينوا بالكتاب تقدر تستعينوا بالشريح هاي تقدر تحكوا عن المعلومات اللي موجودة عندكم انتو كمان يعني شو خصائص المبدعين في حولكم ليك ناس مبدع تقدروا توصفوه اذا انتو نفسكم مبدعين تقدروا توصفوه حالكم تقولوا ايش الاشياء اللي بتميزكم طبعا انتو عارفين انه انا عم بحط علامات على المشاركة كمان صح فانا في عندي من الشعبة هاي دايما مؤيد بشارك ام فوقت من الدبس طبعا اكيد دايما صار قبلاوي احمد السالم هي كمان غادة احمد السالم هي بتشارك هذا رح ينحط على العلامات المشاركة فما بكرة ما حدا فيكم يزعل يقول الدكتورة انت ليش حطل اثلان عشرة وحططيله تسعة وحططيله تمانية وانا مش حططيلي يعني في ناس منكم رح اصلح الواجب ورح ينزاد يمكن علامة بس او في ناس لا رح تاخد علامتها لانه هم من الطلاب اللي عمانهم بشاركوه انا بيكون المحاضرة عم بسجل اسماء ترى من اول ما بلشنا فهياني انتبو لهذا الموضوع اتفضل يا مؤيد دكتورة المبدع من كمحورين محور خارجي انه يكون داخلي انه يكون واثق من نفسه وانه يكون بحب الشي اللي هو بساويه وانه يكون اعزالي من ناحية الخارجي انه يكون اول التالي انه يحب الشي اللي هو بساويه وأنه دائما يعني يجع فيه كل مرة على مرة أكثر طيب غادا في المغامرات أوكي شكرا نمائيا غادا اهتم للتفاصيل وكمان بيكون عنده خطة بديلة دائما لو فشل عادي بيكون فيه مرونة أوكي غادا أوكي غادا نور تفضل يا نور نور كمان بيشارك معاي دائما كاتك لا فيك تورا تفضل نور كاتك لا فيك تورا الله يعافيك نور تفضل دكتورا دائما الأشخاص المبدعين في عندهم حل المشكلات وعندهم سرعة بديها ودائما زي ما تفضل جملائفينهم بلان اي وبلان بي ودائما هنه بحاولوا انه يستكشفوا الأفضل لهم ويكونوا دائما على على اطلاع على أبرز المستجدات لكل تطور بحتف عشان هو يكشف ويوصل للبدوية في مرحلة الإبداع تمام 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 نور تمام غادا عبد الله صدري حبيثين الدكتورا ممكن يستغل أي شي حولاه يعتبره مثل طرف خاص ويبلش هو يبدع بطريقته وما يستسلم بسرعة طبعا أوكي اسماعيل اسماعيل بشارك كمان آه اسماعيل آه دكتور عنا كمان دكتورا الشخص المبدع انه بيكون كرياتيف وبيكون فليكسابل يعني ما زبطت بلان A أو بلان B هو بعمل بلان C دكتورا بيضل بيضل يطلع على الفرص أكتر من الثغرات اسماعيل حتى نقطة جوهرية انه عادة اللي بيكون مبدع بدور على يعني بدور على الاشي الحل يعني بيكون دايما شايف حتى ما هو وراء الاشي اللي احنا مش شايفينه آم آم وهاي مواصف يعني هاي مواصفة صح فعلا بيتميزوا فيها تارة قبلها ويتفضلي عزيزتي آآ دكتورتنا نقدر نقول الشخص المبدع هو شخص ريادي بفكر خارج الصندوق وغير هيك بعمل شغله على أكمل وجه عشان يطلعوا بصورة كثير حلوة آم مش حش فلاش عندي شوية عم بيعلق يعني هم ما بيخافوا المبدعين من انو يطلعوا عن المألوف يعني هلأ لما رح تشوفوا أعزائي انو احنا لما منحكي عن الناس المبدعين الناس المبدعين في عندهم دائما آم آم تحدي للاشي اللي آم آم يعني البألوف او انو شايفين الاشي بطريقة تانية غير الطريقة اللي احنا منشوفها آم هدول آم هذا ما يميز الانسان المبدع آآ علي علي كمان دائما بيشاري كمان تفضل يا علي علي دكتور الله أتكار عافية دكتور يكون عندها قدرة على تحمل المسؤوليات وآآ يكون تعدد الميول والاهتمامات غير متعصب يعني آآ مثلا اذا ما نجح أمو أو آآ يعني قادة على انو يعيد مرة ثانية ويحاول أكثر من مرة وما يتعصب اذا فشلت المحاولة الأولى والثانية هلا لاحظوا لاحظوا كمان صح يعني يعني بكون في عندي دائما أنا المبادرة أو الانشياتف دائما مستمرة دائما موجودة بشوف الحل بزاوية تانية بشوف الأمور بأكثر من زاوية ما بشوفها بالطريقة مثلا آآ اللي آآ آآ يعني بشوفها الشخص العادي مشان هيك دائما هم الأشخاص اللي بيطلعو لنا بالأفكار اللي احنا منسميها منقول الأفكار اللي يعني هي الأفكار الريادية أو الأفكار اللي بتكون آآ مختلفة لارا انتي حكيتي ولا ما حكيتي لا دكتورا ما حكيتي صبى لي يا لارا آآ هلا انه يكون أول إشي يدور على الموهبة اللي هو يعني بتقنها وروح يطور حاله أكتر وكمان يكون عنده خيال يعني خياله واسع ويكون آآ يعني مثلا بحس بالمشكلة وبحلها مش خلص بتركها ولما يحلها إذا ما زبط معه حال يعني يكون عنده أكتر من حال مش خلص إنه ما زبط خلص يعني يترك الموضوع يعني زي ما قاله يكون عنده مرونة حلال الحزة إلا ما أخبر ذلك حساس لمشاعر الآخرين حلالك عندهم إحنا قلنا وهما عندهم حساسية عالية للأشياء يعني الحساسية الآلية للأشياء هي الأشياء اللي بتخله إ يعني يشوفوا أشياء غيرا للناس الثاني يعني هو يميز المخترع عن غير المخترع شو بميز الشخص اللي عنده اشي عن الشخص اللي ما عنده اشي هي حساسيتك يعني الاشي اللي بمر عليك انت عادي هذا الشخص ما بمر عليه عادي ما بمر عليه بطريقة الاعتيادية اللي احنا نعرفها او اللي احنا يعني منقول انه والله انه العادي لا العادي خلص عادي بس بل لكن المبدع بتطلع على الامور بطريقة دائما هي طريقة مختلفة هلأ كمان انتوا حكيتوا انه عندهم استقلالية طبعا عندهم استقلالية هلأ يعني ما في حدا ممكن انه يكون عم بينجح بالاشي اللي بده يسويه اذا ما كان في عنده استقلالية هلأ الاستقلالية معناتها انه انا طبعا هم كمان هدول الناس هم من اصحاب الضبط الداخلي الداخلي اعزائي يعني استقلاليتهم وتفردهم بالاشياء اللي هم مثلا على سبيل المثال بيتوعبوها مختلف مختلف يعني مختلف ما باستنى انا مثلا الحل من الفلان لفلان ما باستنى انه شخص اللي يقوم بالحل هلأ انتوا مثلا احنا على سبيل المثال بالشغل او باي مكان مثلا بنكون موجودين فيه اه في الناس باستنى انه شخص اللي قدامي هو شلو بدي نسوي خلص هو اللي بيسوي هو اللي بيعمل هدول لا يعني هدول الاشخاص لا هلأ ليش كاتميل هون عنا ميل للامتواء هده فيكم بقدار يشكي ليش عم بيحكوا عن الامتواء ليش بيحكوا عنهم انه عندهم ميل للامتواء اغلاء هذا حقيقي اغلاء مرة حكيت لكم ياها صح ولا لا حكيت لكم ياها انا بطريقة مختلفة يعني انه تفهموها ليش بني بيحكوا عنهم انه عندهم انتوائي اتفضل يا نور نور تفضل نور هلا باختك تحكي حريكي اتفضل نور دكتورة اتوقع انه بيكون عندهم فيجن بيكون عندهم رؤية فانه ما بيخالطوا اي شخص ممكن مثلا يجي عابر لحياة بيكون الناس محددين اغلبهم من نفس الفكرة تبعهم فانت بتقول انه مشان هيك هما بيكونوا انه يعني يعني انطوائيين هما الناس بتفكرهم انهم انطوائيين بس هما ما تكونوا انطوائيين صح؟ يعني هما مش بالمعنى السيء هلا احنا عادة لما يكون الناس مثل زينا بسي نطلق عليهم مسميات او منسير نقول انه والله هذا انطوائي هذا يعني بسي تعطي انت مبررات انه ليش هذا الانسان او هاي الانسانة مختلفة عني تفضري سارة دكتورة فينا نقول انه هاي ليست لا تعتبر انطوائية يتعتبر انه صفاء ذهني لو ازبط عشان يوصلوا عشان يقال عنه المبدع لانه بحتاج لصفاء ذهني تام عشان يوصل لمرحلة الابداع لانه مرحلة الابداع مش زي اي مرحلة عادية انه افكر بالشيء خلص لا ابداع اني افكر كتير منيح وافكر لقدام عشان اطلع بشي كتير حلو هلا الابداع تعرفوا انتو هلا الانسان لما بدي يكون مبدع قديش بدي يكون عم بيشتغل على حاله وعم بيشتغل على الطريقة اللي بيفكر فيها وعم بيشتغل يعني هلا يعني لما لما انا مثلا على سبيل المثال كشوف بدي يقلبي كل المتطلبات اللي بتكون حولي المبدع ما بيقدر يعني المبدع حتى على سبيل اللي هي انه ياها المهارات الاجتماعية قد تكون المهارات الاجتماعية عنده مش كتير قوية زي الناس الثانية مش لانه عنده مشكلة بس لانه هو في عنده اشي عم بيشتغل عليه يعني كي عنده اشي عم بيسويه في عنده اشي عم بيعمل هو ما عنده وقت مثلاً على سبيل المثال في الناس الثاني إنه أنا والله إنه لا أقدر أسوي الأشياء وبقدر ألبي مثلاً المتطلبات اللي هي عند إياها هذه المتطلبات اللي هي اجتماعية ما ليقدر يعني في عنده وقت معظم الناس المبدعين أعزائي في عندهم وقت هذا الوقت خاص للعمل على حل المشكلة الإبداعية بده ياخد وقته وبده ياخد مش إنه لا والله إلا بيسويها وأنا بلبي المهارات مشان هيك الناس شو بتيش بتحكي لك بتقول لك إنه ما عنده بنيل للإنطواء مين تمام بده يحكي آه فاطمة تفضلي دكتورة أنا كنت بدي أحكي عن خصائص الفرد المبدع أول إشي آه بقول إنه هو شو اسمه بيستعمل يعني عنده مثلاً لغته كتير متطورة هو كمان إنه عنده هو كتير متابر يعني ما بقبل بكلمة مستحيل يعني كلمة مستحيل هاي عنده ما عنده إياها هاي الكلمة بلقى مستاعه ما بيكون يعني شوفوا مرات إحنا كمان منصير نطلع عليهم لهدول المبدعين ويقول كيف شو نقوم هدول كيف يفكروا آم كيف بيتعاطوا مع الأمور بهاي الطريقة قبل إش يعني ليش أنا مثلاً ما بتعاطى مع الأمور بطريقتهم آم في عندهم مميزات أعزائي في عندهم مميزات لما أنا عماني بحكي لكم بقولكم إنه المميزين أو المبدعين هم عبارة عن 3% يعني صرتوا متفقين معاي ولا مش متفقين معاي بهذا الحقيقة شو رأيكم بظن هلأ يعني بنصف المادة تبعتي الإبداع بظن إنه لازم تحكوا لي شو رأيكم هلأ إنتوا بهذا الموضوع شو رأيكم وإننا عن جد 90% مبدعين من الناس اللي حولينا مهم للمبدعين وحكينا هيك ولا إحنا عندنا يعني فئة قليلة كثير إحنا عندنا مبدعين فئة قليلة أنا يعني وردت برجع وبصر عليها مرة تانية المبدعين فئة قليلة يعني مش أي حدا أنت بتقدر أنك تطلق عليهم أصلا بظلمه يعني بظلمه أو بظلمها إذا أنت قلت إنه كل الناس مبدعة أو كل الناس عندهم درجة من الإبداع لا أبدا هذا الحاكم الصحيح ومنكون عن جد منظلم هذول الناس لأنه هذول الناس فيه إشي فيه إحنا نتمنى إنه كل الناس تكونوا مبدعة نتمنى وبعدين كمان شغلة ثانية بدكم تفهموها إنه الإبداع ما إلو عمر يعني مش عشان أنا كبير وهذا إنه أنا مبدع لا ممكن يكونوا هلأ هذا الحكي بدليل اللي عم بيصير بوقتنا الحالي يعني فيه مبدعين صغار كثير كثير وعم بيبينوا وعم بيبين شغلهم وعم بيبين الطريقة اللي عمالهم بيتعاطوا فيها مع الأمور يعني مش مرهون كمان بالعمر يعني بيقولكم بيقولكم إنه لا اللي عمالهم الكبير هم المبدعين والمبدعين خلص راح وقتهم وما ضلش فيه أبدا بالعكس لا يعني هذا الإشي أبدا مش صحيح فبدي نتبه عليه الواحد غادر بديك تحكي إشي أو سارة؟ دكتورة أنا بديك إشي أتفضلي سارة دكتورة كنت أجاوب على السؤال الإنعزالية هلأ هم لأنهم بيكونوا يعني بيسمع أكتر ما بيحكوا هيك وزي ما حكينا ذهنهم صافي فبيكون عندهم تفكير إنهم تخارجوا الصندوق بس الفكرة أنا مش شرط يعني كل شخص إنعزالي إنه يكون مبدع بس فيه شغلة هلأ إحنا بنحكي إنه مش كل الناس مبدعة بس أنا بشوف إنه كل شخص خلا نحكي نسبة ليلة بيكون بكل شخص فينا فيه شوية إبداع بس يعني فيه ناس بتشتغل على هذا الموضوع فيه ناس لا هلأ شوفي هلأ كلياتنا في عنا إمكانات وفي عنا قدرات وهي الإمكانات والقدرات موجودة هلأ المعرفة والمعلومات وطريقة إنك انت كي بدك تكون مختلفة قد تتوفر للكل يعني نفرض لو نجيب ناس ونعربهم منذ الصغر على نفس المثيرات البيئية ونفس المثيرات الغنية وكل المعرفة والأدوات والأشياء نسبة كبيرة منهم رح تطلع في عندها هاي القدرات وفي عندها هاي الإمكانات بس بش كلهم رح يوصلون لدرجة الإبداع كمان بظن أنا إذا هدول مثلا مسكناهم وحطيناهم وشغلنا عليهم رح يطلع منهم نسبة أعلى مما لو إحنا كنا مثلا بالمجتمع المفتوح اللي مش الكل متوفر له وبعدين أنا بطلع بصلا بالنسبة هذا الإشي صحيح يعني هذا الإشي أنا معاكم فيه مية بالمية إحنا عنا potential بس ولكن أديش كمان يعني فيه إشي إله علاقة بالشخص اللي بتحامل مع هاي القدرات والإمكانات اللي موجودة عنده ذكاؤه الذاتي ذكاؤه حتى الانفعالي ذكاؤه يعني عندهم ذكاء هلا هم ليش بقولوا عنهم يعني بذيلوا للانطواء هم اللي ما بيعرفهم بقولك إنه هذا إنعزالي زي ما قلت لكم أعزائي إذا عندك شغل إنت عم تشتغله اهتمام وعم تشتغل فيه ما بتقدر تلبي جميع المتطلبات زي الناس العادية الناس العادية ما عندها الاهتمام اللي موجودة عندك أو عندك عندهم الاهتمامات الثانية فبتلاقيهم بنبوا هديك المتطلبات لكن إنت بتطلع على حالك بتقول ما بقدر ما بقدر فيه عندي إشي أنا ملتزم فيه ذاتيا مع حالي هذا الإشي اللي أنا ملتزم فيه ذاتيا مع حالي بده مني شغل أو بده مني اهتمام بده مني إنه أنا أكون عم بقضي الوقت مثلا يعني هذول بشتغلوا ساعات مطولة على الفكرة الإبداعية حتى تسير إنكم أدامكم فكرة إبداعية وإنت تشوفوها وفي منهم أكيد قريتوا في منهم ناس قد يعني تضل يعني بعد ما يموتوا الناس تعرف إنهم هم مخلل مبدعين أو عندهم أخار إبداعية ففي معانا يعني فيه عند الشخص المبدع معانا مش إنه ما عنده معانا سارة أنت حكيت حديثي ولا لا؟ لا دكتور لسه ما حكيت لسه ما حكيتي وتفضلي تفضلي دكتور لأنا بالنسبة اللي بحيثي الإبداع نسبته كبيرة يعني فوق السبعين بالمية بس كل واحد كيف يستغل طبعه الإبداع في ناس بتنميها في ناس تهتم فيها في ناس ما بتعطيها اعتبار فأنا بشوف اللي بنتها نسبة كبيرة لأنه كلنا أخذنا نفس التعليم نفس الدكاء نفس العقلية دكتور يعني أعطيكي مثالها لأنا كنت مع صاحبتي منوخة كورساتي إنجليزي وكنا إنه نهتم بالموضوع أنا تكاسلت هي ضلت مستمرة على الموضوع صارت يعني دكتورة يعني هي البنت هاي صارت يعني سفاحها بالإنجليزي صارت تألف كتب بالإنجليزي صارت تكون سفيرة هون بالأردن لدول تانية باللغة الإنجليزية لأنها اهتمت بهذا الموضوع اهتمت وإنتها القدرات أعرفتي اهتمت اهتمت وطورت وستغلت كل الأدوات اللي توفرت لها مع إمكانية مع إمكانية هذا خلاها كمان إنه هاي إنتي شو حكياتي قلتي 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 استمرت يعني استمرت هي في إنها تستفيل بين كل إشي وبرضو وجدت إنه هي في عندها اهتمام حتى إنها تكون هي مثلا كرياتف بما يتعلق أو متفضقة بما يتعلق بالجانب اللي إنتي عمالك بتحكي مع أنه عزيزتي طح ما هو هذا اللي عم نحكيه منقول إحنا إنتي هلأ مش عم تخالفي معاي إنه موجود عندنا نسبة معينة بس مين اللي بيطلعوا يعني بيوصلوا لياخدوا بيكملوا للآخر اللي هم النسبة الأقل هي هاي اللي عم نحكي عنها يعني مش إنه المبدع بنولد المبدع المبدع بيشتغل على حاله زي ما إنتي قلتي ساعات عمل طويلة اهتمامه أكتر استمرارية استمرارية يعني إنتي حكيتي استمرارية لكن مين اللي وصل إنه للذروة اللي هم الناس اللي مش الكل صح ولا لأ يا سارة ما هذا اللي عم نحكي عنه يعني إنتي هلأ فسرتي حكي برضو رجعتي حكيتي برضو صح يعني اللي حكيتي ولكن كمان وصلنا مع بعض لكورنر إنه هدول الناس بيشتغلوا على حاله بيضلوا مستمرين يعني في عندهم استمرارية في العمل على المهمة اللي هم عمالهم بيشتغلوا عنها هلأ كمان عندنا المبدع اللي الشخص المبدع زي ما قلنا إنه في عنده طلعي سارة بصفحة 145 شو بيقولك بيقولك المثابرة على المهمات في عندنا شخص اسمه رنزولي رنزولي من الناس اللي كتير يشتغلوا على الإبداع وعلى التفكير الإبداعي وعلى على الناس المتفوقين المزميزين والموهوبين بيقول إنه في عندك تاسك كوميتمنت كوميتمنت يعني التزام يعني في عندي المثابرة هاي المثابرة يعني هلأ الناس مثلا أنا سبيل المثال بقبضي مثلا لنقول الوقت الكبير 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 على التلفزيون المبدع بيكون قاعدوا الآن في عندي أشيو عم بشتغل عليها بديروح أشتغل عليها عن إذنكم بروح عرفتوا بيقبضي ساعات يمكن كمان مثلا علشان ما يقولوا عنه مش اجتماعي ممكن يكون قاعد معهم بس بعدين بأمطول الليل هو قاعد لأنه فيه بالليل مثلا هداك الهدوء وما فيش هذيك المسؤوليات وكذا وعندما بشتغل على الإشي بثبات هداهو الثبات ثبات الاستمرارية على الإشي اللي أنتوا عمالكم بتسووه الاستمرارية على الإشي اللي ممكن انه بديوصلني مثلا للحل اللي ما بدي في عندهم ثقب نفسهم أكيد في عندهم ثقب نفسهم في عندهم استقلالية ما بيحبوا الروتين لشان هيك مختلفين ما بيحبوا الروتين يعني هلا فيه ناس ناصل عادية طلعيهم من الروتين تبعهم وجي بيهم وديهم على إشي مختلف تلاقيهم بنهز كيانهم كلياته لأنه طلعتهم من الكمفرنزون تبعتهم أو قلتن له انه لأ هذا الإشي ما بيصير لو جرب الطريقة شوف الطريقة الثاني المختلفة في أن الشغل تصير زي الحل مش بهذا الأسلوب الحل بالأسلوب الثاني في عندك بدائل في عندك سيارات بيقول لك لا ما بدي للا أنا خلص يعني لا اللي عنده كرياتيفتي لا في عنده شو اسمه بيبنل من الروتين بيقول لك أنا لازم أغير الشغل يعني ما عنده بويفلي أنا صرت أنا متداية أنا ما بدي أغير بدرسه دائما في بحث دائما عن المعرفة دائما فيه أشياء كتير لازم تذهلهم تذهلهم معاقلهم وزي ما قلت لكم فيه إشي بأدمغتهم بدخلهم السعادة كل ما كان فيه تحدي ونمط معرفة جديد وسكلة جديدة وكل ياته لا بالآخر يطلعوا عندي هداك الانتاج الإبداعي اللي أنا بديه هلأ لاحظوا لنزولي شو قالك قالك إن المبدعين كتير مهم هذا الإشي بالله يضحطوا عليه علامة المبدعين بصفحة 145 فيه إنا بمتلكه ثلاثة من السمات عنده ثلاثة حلقات تبعي ترنزولي ثلاثة سمات أو ثلاثة خصائص متداخلة في بعضها البعض السمات الأولى السمات يعني خاصية يعني نفس الإشي الخصائص القدرة العقلية العالية ومش بالضرورة تكون خارقة هذا اللي ما حكينا وقلنا إيش عفناء كان عن الذكاء اكتب جنبها الذكاء لما قلنا إنه الذكاء متوسط فما فوق ولكن مش أقل من المتوسط لكن مش بالضرورة أن يكون درجة تكاء عالية جدا جدا المسابرة على المهمات المسابرة هي بتخليني المسابرة والالتزام هي بتخليني مختلفة المسابرة هي التي يتميز شخص عن شخص بتعرفه قبل عشر سنين بترجعله بعد عشر سنين بتلاقيه مسابر بتقول أنا أنا ويا نفس الفرصة زي ما كانت تحكيها لأبل شوي صارة أنا ويا نفس الفرصة لهذا الشخص لكن ليش هو تقدم خطوات عني لأنه كان فيه عنده اهتمام ومثابرة والتزام اتجاه الفوتنشل اللي شايفه قدامه لبعيد مشان هيك صار فيه عنده منصة مشهورة مشان هيك صار فيه عنده إنتاج إبداعي مشان هيك صار فيه عندها يعني مثلا على سبيل المثال لما إحنا منقول إنه هاي الرسامة كرياتف هي رسامة موغوبة ولكن الموهب تحولت عندها كمان لإبداع كيف تطلق عليها هذا الإشي من مثابرة من الالتزام ومن إنه هي عم ترسم وتيجي بفكر مثلا مختلف أنا صرت أقول إنه هاي الإنسانة هي مختلفة هي مبدعة لكن في عندها مسابرة في عندها التزام الإبداع كمان هاي لازم تكون خاصية كمان موجودة عندي فرنشل للإبداع عندي عندي إمكانية للإبداع عندي بفكر بطريقة مبدعة فبطلع إنتاج مبدعة هذا اللي بيميز الناس العادية عن الناس اللي هي عندها المبدعة إذن حلقات رنزولي حلقات مهمة عن خصائص الناس المبدعة في قدرة إبداع قدرة عقلية على مسابرة على إبداع وهاي كيف بقدر أنا أعرفها بقدر أنا أعرفها طبعا إحنا فيه هنا اختبارات وهي الاختبارات بتميز الناس المبدعة عن الناس اللي مش مبدعة وبتميز من الخصائص هلأ فيه هنا خصائص برضو صفات مثلا الشخصية المبدعة في منها خصائص مبدع إيجابية فيه خصائص مبدع سلبية أعزائي من الكتاب عم بحكي هلأ خصائص المبدع الإيجابية لما أنا بدرك العلاقات بين الأشياء هلأ مهارة إدراك العلاقات بالشيء ما بانا عن مهارة التفكير يعني فيه ناس مننا ومنكم انتم شاطرين كتير في إدراك العلاقات وشاطرين كتير في عندهم غزارة فكرية طلع يا عزيز تشو وقلك غزارة فكرية شو يعني غزارة فكرية غزارة فكرية يعني أنا عندي معرفة عندي بقرة بدور على المعلومة بدور على حل إيش أعزائي يكون عنده ثقافة عالية يكون عنده ثقافة عالية طب بدي أسألك سؤالي يا إسماعيل هاي الناس اللي عندهم ثقافة عالية هم من خلقوا عندهم ثقافة عالية ولا هم يشتغلوا على حالهم عشان يكون عندهم ثقافة عالية أكيد يشتغلوا على حالهم دكتور هذا اللي زهيك بتلاقيه قارئ نصف مكتبة عمان عشان يوصل المرحلة دكتور هذا ما مل ما زهيك ما تعب هذا الكتاب يبئيه أكتر من يكله وشربه دكتور آها يعني مثلا لما أنت تنتقي بناس بيقول لك أنه تحكوا مثلا عن فترة المراهقة بقول لك آه بتذكرك مثلا أنت في إيدك الكتاب هدول من الناس اللي أنت بتحكي عنهم يعني أصحاب أو رائب تحكوا مع بعض بلتقوا بعد يعني نفض عشرين سنة فلما بيكونوا عمالهم بتذكروا عن مرحلة المراهقة وكيف كان يصير معاهم فدوري بيطلعوا بيحكوا لهذا الشخص بيقولوله أنه آه بتذكرك أنت دايما كان في إيدك في كتاب دايما تقرأ دكتور هدول من أصحاب الثقافة اللي بظل يقرأ بيكون ايه هم هدول من أصحاب الثقافة بظل هم يقرأوا طيب هل ممكن أنه نسير من أصحاب الثقافة طبعا دكتور طيب طب إسماعيل أنت إيش بتقييم حالك من الثقافة آه من كم يعني أنت مثلا لما بتحكي عن حالك بتقول أنه أنا هل بتجه نحو هذا الاتجاه بشكل إيجابي يعني بعود عليه بفائدة ومن ترهله مثلا آه آه دكتور آه صراحة دكتور بعض الحالي تقريبا 7 من 10 بهذا الاشي واو حلو عديش شو بتزرس يا أسماعيل أنا قدرت أعمال دكتور طيب أنت بإيش كتير بتحب يعني أنك يكون عندك هذا الكلش الثقافي بإيش أكتر أنا بصراحة بالصحة وبالرياضة لأنه بمجالي آه مجال شغلي رياضة آه آه بالصحة والرياضة بالصحة والرياضة طيب حلو يا أسماعيل أوكي فاطمة دكتور أنا يعني بعطي حالي بمجال العلوم لأن أنا كتير بحب يعني أعرف معلومات عن مجال العلوم وأتعمق فيه أنا بعطي حالي 9 من 10 لأنه أنا كتير بحب أتعمق فيه والله حلو 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 يعني حلو بشكل مثلا ما بحب أنا أتعمق فيها ما هو أنت شو بديك تحكي فاطمة هون هلأ علشان أنت تكتشفي أنه الشخص فيه عنده الابداع بدي يكون فيه عنده اهتمامات فيه عنا نموذج نموذج اسمه نموذج الاهتمامات على إشي رياضي إشي علمي إشي صحي إشي وإن إنت اهتمام بتوجه التدريب أو التركيز على تنية وإنه يكون فيه عنده إبداع أو عنده إشي مميز اللي هو الاهتمامات يعني أنت قلت اهتمامات اسمعي الحكا أنت بالجانب العلمي اسمعي الحكا بالصحي والرياضي كل ما كان الإنسان فيه عنده اهتمام حسنا ليش نحكي من اهتمام تعرفوا ليش أعزائي لأنه هذا يبكز اهتمامي أو انتباهي على أنه أنا حالي مثلا أو أنا لأنه بحب وأنه يعطيني على أني أصير أعرف أكتر أو أتعلم أكتر أو أعرف أكتر بهذا الجانب كمان شغلة ثانية من خصائص الناس المبدعين طلعوا سأرجع أنا للأشياء السلبية لأنه أريد أن أعرف الأشياء السلبية مثلكم تحمل الخطأ هنا بالشريحة وعدم الخوف من الوقوع فيه لا أخاف من المبدع من الغلط ولكن مش مشكلة غلطني يوم المرة الجاي بضبطها أو بتفاد الخطأ أو بيكونوا محبرين حالهم الخطأ الممكن يكون أو المشكلة حتى أنهم يقدروا أنهم يتفادوها الإهتمامات شايفين أنا من أول المحاضرات أنا بحكي لكم عن الإهتمامات إهتمامات عندهم متنوعة أو إهتمامات إهتمامات متنوعة بما يتعلق حتى بالجانب الإداعي تبعهم قيادة والسيطرة في عندهم مهارات القيادة والسيطرة قوة الدافع إهتمام لازم يكون عندي متنوعة يخليني ألب بإهتمامات عندهم مروح الدعابة والمراح في منهم وبتحمل الغموض يعني إذا حطتهم بموقف غامض أو موقف بحبوه يعني هم من الناس اللي بقولك فيش إشي بتحدى أكثر فيش إشي بتحداني مثلا المهارة الخيال اللولة مهارة الخيال ما كان في عندنا الإنتاج الإبداعي اللي بتشوفوه قدامكم وبتستغرب وبتقول هدول الناس كيف بفكروا أو هدول الناس كيف تخرجوا هيك إشي هدول الناس كيف تكتبوا هيك إشي هدول الناس كيف بيوصلوا بخيالهم لهذا النوع من التصميم أو لهذا كيف تفخوا لو أمسك أنا دماغه أشاء البفوق تحت بس أشان أعرف وكثير بيصير دراسات على إدماغة الناس اللي هم يعني يوم المدقين هلأ كمان عندهم مرونة وطلاقة في التفكير مثابرة في إنجاز المهمات يعني من اللي كتابها لعم بشوف ملل من الروتين نفس الإشي توليد بدائل خيالات ميل للمخاطرة واستقلالية في إنجاز اللي هم يعني يوم إنجاز الأعمال خصائص المبدع السلبية هلأ نشوف شو السلبية طبعا بتوفر خصائص السلبية عند الطالب المبدع ممكن أن تسير النزاعات والمشكلات داخلكم في التصبع يعني هذا كيف أنا أفصل لكم يعني على سبيل المثال أعزائي في ناس مرات بيكونوا كرياتيف بيكونوا مبدعين من الطلاب حتى لكن الطريقة اللي بطرحوا حالهم فيها أو الطريقة اللي قد تكون يعني تنعكس فاطمة حكوا عن حالهم يعني حكوا عن حالهم صوقوا حالهم هلأ التصويق الذاتي لازم أنا نصوق حالي ولازم نكون في عندي ذكاء ذاتي أحكم قدراتي وإهدماماتي لكن متوسط أني أنا أكون كمان يعني بدي أكون مش منفرة يعني أو مش أنه أنا حاسة على الناس اللي قدامي أنه أنا متوفق عليهم أنا بشوفوا هذا الاشي يعني في من طلاب مش الكل على فكرة بعض منهم فيه عندهم اهتمامات وفيه أشياء بتميزهم عن الآخرين لكن طريقة اللي بطرحوا حالهم فيها للآخرين بتنسر بتخلي الآخرين تعاملوا معهم بطريقة سلبية هلأ إحنا بنعرف أنه القدرات والإمكانات موزعة حصص وفي ناس أسكية بينهم بيستغلوا قدراتهم وإمكاناتهم بصطوها للماكسيموم ولكن أنا دائما لازم أتذكر النقيط الطريقة اللي أنا بطرح فيها إمكاناتي وقدراتي يعني أنا ما بدي أكون سلبية على دكتورتي ولا بدي أكون سلبي بالصف على المعلم اللي عندي أو المس اللي بتكون مش تشتغل معي فيه منهم ما دفهم هذا الحكي يعني قد يصل عندهم يعني نتيجة القدرات والإمكانات اللي موجودة عندي أني أنا أثير إنسان مضرور ما أعرفش ما هو أنا رفهم أكتر منها هلأ قد تكون أنت بتفهم أكتر من نسة أو من الأستاذك لأنه ببساطة أنت عندك اهتمام بهذا الجانب وببساطة عندك قدرات وعندك إمكانات بهذا الجانب مش بدي أكون أنا يعني فاهمين علي أنتو شو عمالي بحكي يعني بدوشي الواحد يكون عم يستخدم هاي القدرات والإمكانات بطريقة تلبية تنعكس يا ما في ناس مبدعين بس إحنا ما منضيقهم يا ما في ناس عندهم كرياتيفي بس إحنا ما منضيقهم يعني مثلا على سبيل المثال أعطيكم مثال بسيط لما أنت تظهل في معجبين لبعض الموسيقيين أو بعض الموسيقيين مع المغنين لديهم إشي مختلف عن الناس اللي بيغنوا بطريقة عادية عرفتكي في هيك بصمة في نمط لما بتسمع مرات من الناس بطلع مثلا على السيكسيزيون بيقولك أنا هذا ما أنا أنا قديش كنت معجب فيه لكن أنا لما تعاطيت عليه وشفت أخلاقه على المسرح أو شفت أخلاقه كيف هو بتعامل مع الناس أنا بطلت أطيقه ولا بدي أسمع ولا خلص ولا بدك تعترف حتى بالإبداع وليك كنت تبدي الموجود عنده ليه لأنه ببساطة بتسأل أنت بيقولك الطريقة اللي بيحكي فيها والطريقة على الطبيعة لما بتعامل فيها مع الناس أو مع المعجبين أو مع هذا خلتني أنا الصورة كل أنا تتغير فهذا الإشي اللي بدنا ننتبه له يعني أنه ما ننغر ما يعني بقدراتنا توصلنا لمرحلة الغرور أن نخسط بالعكس بدي أكون ذكية وبدي أكون ذكية بحيث أنه هذا الإشي ما يأثر علي بطريقة فالدية هلأ شوفوا شون بالتالي ما عرفت المربي لها يمكن أن تفيد في التنبؤ وبوقوع هذه المشكلات وبنجانب آخر هلأ كمان أنا عليّ دور مثلا على سبيل المثال إذا أنا كنت مثلا بين محاضرة وواحد من الطلاب يعني أو كتير كنت أحكي مش قدام الطلاب يعني واحدة من الأشياء الكتير سيئة أنك تحكي قدام الطلاب على جنب كنت أحكي أقول مثلا للطالب أو للطالبة تستطيع تحكي عن قدراتك وإمكاناتك إحنا متأكدين إنه 100% إن فيه أنتك إشي مميز بس تبقى تطلع على حالك أنك أنت تطرحي حالك هي شغلة الطرح أعزائي تطرحي حالك بطريقة مختلفة أتعي شوي هيك لبرة وطلع على حالك أنت وشوفي ردة الفعل أنا ما بهمني أنا مش عارس إيش هلأ قد مع التوجيه والانتباه إنه أنا عم بخسر كتير بهذا الطرح اللي بطرح حالي فيه بهذا الأسلوب اللي بتعامل فيه مع الآخرين لإنه أنا فيه عندك قدرات اتميزت فيه عن الآخرين فيه ناس بتجاوبوا منهم وفيه ناس بيقول لك آه يمكن أنا مش منتبه على حال أو ألبت عندي لنوع أنتوا فاهمين علي أعزائي وأكيد أنتوا بتصادفوا ناس زي هيك أنا بطادر أنا بطادر كتير طلاب زي هيك يعني أنا مئة بالمئة متأكدة إنه في عندهم بتنشروا عندهم قدرات وأنا بحب هاي الأشياء ولكن بشوف ردة الفعل وردة الفعل في التعاطي هلأ أنا لإني أكبر عمرا وأكثر خبرة يمكن إذا تسمحوا لي بشوف بمتصها الأشياء وبستوعبها لكن في ناس ما بتستوعبها في ناس ما يعني إنه قد لا يصير فيه عندنا نوع من التوجيه وممكن إنها تنعكس عليه بطريقة سلبية أنا مثلا كطالب أو كطالبة لازم أنت تلفت نظر الشخص هذا إنه فيه مشكلة حاول إنك أنت تغير من هاي الخاصية يعني مثلا على سبيلنا حاطيننا جدل بالجدال والمناقشة قلة التعاون مع الآخرين والميل للعمل المنفرد هاي من أكثر الأشياء اللي عليها جدل على فكرة عزاري عادة من الإنسان المتميز أو المتميزة أو المندعة أو المبدعة أنا في عندهم مساحة ذاتية هاي المساحة لابد أن تكون موجودة علشان يبدعوا وعشان يشتغلوا وحسوا حاله منهم ما أقدر على إنجاز هاي المهمات بطريقة منفردة أكثر من ما يكون معاي أفراد بس برضو بنفس الوقت أنا بدي أكون ذكية بحيث أنه أعطي لكل حدا مساحته وبقدر أكون ذكية بإني أنا مساحتي كمان ما حدا يعني أقدر أخذ فيها حريتي بإني أنا مثلا أبدع بالمجال الإمريكية هذا الإشي المتميز والمتميزة في بعض منهم قد يعود عليهم بالسلب إذا ما كانوا وكانوا يعني مثلا على سبيل المثال الميل للعمل المنفرد يعني مؤسسة فيه موظفين حوالي فيه ناس معاي فيه ناس أنا بدي لأنه رح يصيروا موضي ولأنه بنفس الوقت رح يكون آه ما هو هذا بشي بيشتغل لحاله لا لا ما هو هذا أنا شو ما أسوي شو ما رح أعمل هو خلص بشي بيشتغل لحاله جنجز أنا ما قل لي دور في بثيري شخص الزميل أو الزميلة بأنه ما قلهم دور وهذا عدم إنعدام ما قلهم دور الإيد لحالها ما بتزقف يعني لازم يكون فيه عندي كمان إنه حتى لو أنا متميزة إدي ما أكون متمركزة حول ذاتي بتذكروا لما حكينا إحنا على كلمة التمركز حول الذات وقلنا إنه التمركز حول الذات قد يؤدي بالشخص اللي عماله بيشتغل بيؤدي بطريقة سلبية عليه أو عليها فلازم الواحد أنا ما يكون عندي أنا يعني أنا بس أنا الحالي والناس تاني مش مهمة ما بثير هاي كمان يعني لازم أكون قد يقعوا في مصيضة اللي هم يعنيهم إنهم يكونوا مثلا مزاجيين ممكن يكون فيه عندهم زيادة في النشاط رغبة في السيطرة ممكن يصير فيه عندنا نتيجة التفكير المتسارع والأفكار المتسارعة وواحدة بدي أسوي هذا بدي أعمله قد يقع المبدع فيه نوع من اللي هو نيات الشتت اللي ممكن يعيقوا ويرجعوا لورا النوع لمعارضة الأنظمة كمان والقوانين لإني أنا بفهم في القضية الفلانية لأني أنا بعرف لأني لأني هؤلاء الأشخاص موجودين خواليكم أنتوا بتشوفوهم وبتتعرفوا عليهم بتحكوا معهم بتعرفوا قديش هذا الإشي ممكن أنه عن جد يكون خاطئ بالنسبة إلا هلأ كمان فيه عندنا تطلعوا على الفقرة اللي هي نيات بصفحة 146 رح تلاقوا أنه فيه عندنا أصالة في التفكير قدرة على التعبير قدرة على التكيف إقبال مغامرة ذاكرة اللي هي أني إياها خصائص الأفراد اللي هم معنا إياهم الأفراد المبدعين أعزائي يعني فيه هنا كمان هنا مثلا خصائص الفرد تتصب بهاي الفقرة سرعة بديها هيحط لكم سرعة بديها تنوع في الأفكار مرونة وطلاقة وأصالة وأساب قادر على التحليل والتركيب إصدار أحكام إتقان في معالجة الأفكار تصور تخيل كلهم تابعين لبعضهم يعني عم تحسوا أنه صار يمكن هلأ فيه عندكم خصائص السمات تبير تحكوا عنها عن الناس المبدعين بالإضافة للأشياء اللي أنتو كمان حكيتوها عنها أعزائي بالبداية هلأ فيه عندنا كمان إذا بتطلعوا على الصفحة الصفحة 147 فيه عندنا هنا مقياس هذا واحد جزء منه يعني هو جزء من المقياس أنه لما بدك أنت مثلا تعرف أن هذا الشخص فيه عنده سمات إبداية ولا ما عنده سمات إبداية يظهر أصالف الأفكار بيبدي تكيف مع البيئة بيقبل على المغامرة عنده قدرة على تذكر ما تعلم بيبدي درجة عالية من الوعي الفكرة فيه فيه نموذج بيبعثوه عندنا حتى هنا عندنا في الأردن هذا النموذج للمدارس من الحكومة بيبعثوه لمدارس الحكومية على موضوع حتى والخاصة أنه إذا كان فيه عندكم طالب فيه هاي المجموعة من المواصفات بيعملوا بطلبوا منهم هاي القوائم أنه عبوها ورشحوا هيك بقولولهم رشحوا طالب من عندكم متميز أو مبدع أو موهوب وحتى أنه بياخدوه بيعملوله بيخضعوله مجموعة من الاختبارات هاي الاختبارات مع نماذج الاهتمامات مع مقياس درجة الزكاء مع كل إشي وممكن أنهم يفوتوا على مدرسة المدارسة اللي نتعرفوها مدرسة يوبيل يعني مدرسة يوبيل طبعا فيه ما أخذ كثير على مدرسة يوبيل أنه إحنا منجيب الموهوبين محطوا بمدرسة واحدة وبس أنه بس متوفر لهم هذا الإشي لازم يكون متوفر لكل الطلاب حتى الطلاب اللي قد منهم اللي ممكن يكونوا موهوبين أنه يعني من بعض المآخذ على المدارس بس اللي بتكون خاصة على الموهوبين المتميزين أنه بيطلعوا هذول الطلاب مش كلهم بعضهم قير قادرين على أنهم بشكلوا أنه العالم مثالي وأنه العالم حوليهم زيما هم أعمالهم بيدرسوا زيما هم أعمالهم بالاهتمامات اللي هم فيها لكن في منهم الناس بتنفض منهم تطلع خارج إطار هاي البيئة اللي هي هالأدة مضبوطة بمواصفات وخصائص معينة فبقولك لا الأفضل أنك أنت تكون عادي طبيعي بمكان عادي وطبيعي متوفر لك هذا الإشي للكل ومنكم يعني حتى رنزولي نفسه بقولك في عندهم مزج الحلقات الثلاث اللي هو أنت بتمثر المعرفة لكل الموجودين يعني تسعة وثين طالب عندي بعطيهم نفس المعرفة تسعة وثين بعدين عندي الحلقة الثامية اللي هي بيبلش في عندي مهمات المهمات اللي أكثر تحدي اللي منها عندهم اهتمامات بنبموا للحلقة الثانية منهم يعني من التسعة وثسعين قد يوصلوا أربعين اللي بيوصل للمرحلة الثالثة اللي هم عنايهم بالحلقة الثالثة هم من الناس أصحاب الاهتمامات اللي أنا بعطيهم أنشطة يشتغلوا عليها مشاريع في يمكن يصفوا عشرة بالمية أو يمكن يصفوا خمسة بالمية رح يكملوا للآخر مع أنه هم يكون ياسم تسعة وثين أخذوا نفس المعرفة فبقول لك لا الأفضل أنك أنت تنصر المعرفة للكل بعدين تطلع معهم مرحلة مرحلة تشوف مين بيطلع معك على المرحلة الثانية بعدين مين بيطلع معك على المرحلة اللي هي عني هالثالثة أعزائي في أنه هنا كمان يعني مش كله رح أعطيكم يعني خصائص شوفوا جدوة 148 بقول لك خصائص الإحباط قد يكره التعليم المخطط إليه بندروا على أنه يعني هذا الشخص المبدع على أنه كتير بيقاطع وكتير بيضل ها حكى بدري بلش بدري طبعا هاي من الممارسات الخاطئة من المعلمين المعلمات بيكره المقاطعة وقد لا يستمع إلى الآخرين بيبدأ بمشاريع كتير وما بينيها يعني هاي واحدة من المشاكل أنه بيبلش بمشاريع كتير وما بينهوها ممكن يصير مغرور يعني قد يستح مغرورة أو قد يستح مغرورة كمان هذا الحكي يعني ممكن ما يكونوا صبرونين مع الآخرين وممكن يطلقوا أنه الناس ثانية أغبية وممكن يقلل من إنتاجهم ممكن يخفوا مغاراتهم لحظوا في عندنا مشكلة من مشاكل عند الناس المهمين إذا كان في حالنا قلنا إنه في عنده ثقة عالية بنفسه أو في عنده ثقة عالية بنفسه هاي ثقة عالية بالنفس قد تبعد الآخرين عني إذا أنا صبحت بغرورة وأيضا يساء فهمي وأيضا أنا كنت يعني بتعالى على الآخرين ممكن ينحكي لنلي حوالي كلياتهم مش فهميني ما حتفاهم علي مهم هدول أغبية مثلا أو هدول ما بيفهموا أو يعني في إبداعهم أو مهمتهم أو تمييزهم عن الآخرين أعزائي علشان يكونوا مقبولين اجتماعيا وهي واحدة من الأشياء اللي بتسمى من معيقات اللي يعني معيقات إبداعية إذا عنده قدوات لفظية فقد يسيطر على النقاش إذا ممكن يبتعد عن الآخرين إذا كان في عنده تطور في اللغة أو عندها تطور اللغة لأنه الآخرين مش مجاوين معهم في هاي الموهبة بكرها إنه ما يفهم من قبل الآخرين وقد يعتبره الآخرون إنه شاذ أو غريبة عنهم ممكن أنا أقول إنه المثابرة هلأ مش بالضرورة كل إشي يعني بينحكي عني إنه أنا أخذه إنه آه حقيقة ممكن تكون إنت مسابرة أو إنتي مسابرة لكن لآخرين تاني ممكن يحكوا إنه إنت مثلا عنيد أو بتضيع وقتك علىه إشي فاضي هم بالنسبة إلهم شايفينه إشي فاضي لكن أنا شايفته إشي كتير مهم يفكروا بالمصطلحات المجرد منذ الصغر على فكرة هاي من الأشياء اللي كتير بتميز المبدعة والموبدعي وموبدعة إنه في عندهم تجريد بالفهم تجريد بالموت بحقوا بالأفكار المجرد اللي الناس العادية ممكن تقولك لا ونقو في إجابات محددة موجودة لكن في ناس منهم لا يكونوا أكثر إطلاع أو معرفة أو تفهم أكثر للإشي اللي هو أني ممكن أن يكون أكثر تجريد في مرحلة مبكرة بطمئة أعزائي إنكم تكونوا يعني عم تتفيدوا من الإشي اللي عمالي بحكي عم بفتح لكم مدارككم بإتجاهات معينة عم تنتبهوا لشغلات ممكن تكون يعني لقدام بتفيدكم أو بتفيدكم أعزائي معاي أنتو عم تتوى مرحلة عم تتوى مرحلة عم تتوى مرحلة